الخبير الأمن الغذائي من مركز جناف للدراسات دكتور فاضل الزعبي أهلا بكم معنا دكتور فاضل دعنا بداية بأبرز التحديات التي يحانيها القطاع الزراعي لسيما المتعلقة بالأمن المائي الري وتغير المناخ تماما شكرا إليك هذا تحدي أساسي في الأردن منذ سنوات وفرة الموالد الطبيعية وأهمها المياه وكذلك الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة والقابلة للإستصلاح هذا التحدي زاد في الفترة الأخيرة بفعل عوامل كثيرة منها زيادة سكانية الهائلة في الأردن في الأردن في آخر ثلاث سنوات أصبح أو في آخر الفترة أصبح عنده ثلاثة مليون لاجئ إضافة لسكانه اللي هم كانوا سبعة يعني صار عشرة فهذا كمان ضغط إضافي ناهيك عن أن الاستثمار في قطاع الموالد المائية وأيضا في قطاع التكنولوجيا التكنولوجيا التي تساهم في انتصاص أثار التغيرات المناخية التغيرات المناخية والتفاعدة للحرارة وقلة المياه وقلة الأمطار هذه كلها بحاجة إلى استخدام تكنولوجيا لانتصاص أثارها وتكيف مع أثارها وهي مكلفة كثيرة هذا تحدي لم يصل القطاع الزراعي بعد إلى أن يجابوه بالناس المستوى أيضا هناك تحدي آخر وهو مهم جدا سلسلة القيمة افتداء من الحصاد لغاية وصولها المستهلك أو المستورد تعاني من قلة الاستثمار فيها سواء بالتعبئة أو التغليف بالنقل المبرد بالتخزين المبرد بالقيمة المضافة على هذه السلاح هذه تحديات كلها تجعل القطاع الزراعي بحاجة إلى الاهتمام وحاجة إلى التركيز دكتور كيف يمكن إيجاد حلول لهذه المسائل الرئيسية؟ هل يمكن تأمين دعم مالي معين تمويني معين للقطاع إن كان محلي أو من مؤسسات دولية؟ إجمالا في قطاع الزراعة يجب اهتمام أولا بإعطاء القيادة للقطاع الخاص في هذه الأمور سواء سلسلة القيمة أو الزراعات تلقيمة الأعلى والقيمة المضافة عليها وحتى الاستثمار في التكنولوجيا وقطاع المياه لكن الحكومة لا بد أن يكون لها دور تمكين دور تمكين ودور تحفيز لهذا القطاع التمكين والتحفيز يكون عن طريق إيجاد الحلول التمويلية وإعطاهم وصول وبوابة للوصول إلى مصادر التمويل بنسب مدعومة التحفيز يكون أيضا بدعمهم في استثمار بالطاقة البديلة أيضا في إدخال التكنولوجيات نحن نعرف بأن معظم المزارعين في الأردن أكثر من 80% هم من صغار المزارعين وصغار المزارعين لا ينتركون التمويل الكافي للاستثمار في قطاع التكنولوجيا لذلك يجب على صحاب القرار في الشأن الزراعي في الحكومة أن يهيئوا قط مجموعة أو حزمة من المحفزات التي تجعل دخولهم إلى هذا المجال لسيما الحلول التمويلية التي تشكل ضغوط كبيرة على المواطن بشكل عام وعلى المزارعين بشكل خاص دكتور سؤال اليوم الزراعة 20% من الناتج المحلي هل يمكن رفع هذه النسبة كيف ومتى؟ معلش أنا مع احترامي لتصريح معالي الوزير لا نستطيع الحكم على الزراعة بأنها 20% هذه محسوبة إلى قطاع آخر كل ما ذكر هو لقطاعات أخرى قد تكون حتى الصناعة الغذائية تحسب على الصناعة لكن حقيقة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع آخر معلومات وحسب ما نشرناها في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي نجمت عن الورشة الاقتصادية الملكية هو مليار و 690 مليون تشكل 35% من إجمال الناتج المحلي وفي نفس الوقت هذا القطاع يشغل فقط 75 ألف عامل أي ما نسبته 4.8% من إجمالي العاملين في الأردن وحتى في التصدير حزم التصدير من قطاع الزراعي يبلغ 820 مليون دينار فقط أي ما يشكل 9% من إجمال الصادرات الأردنية هذا هو الرقم الحقيقي الآن رؤية التحديث الاقتصادي التي صدرت في شهر حزيران الماضي للأعوام لغاية 2033 تسعى إلى رفع هذه النسب بوتيرة ضمن مبادرات 14 مبادرة محددة وضمن غايات تصل إلى 70 غاية وهي زي ما ذكرت لك تحفيز هذا القطاع ذكرت موضوع الاستيراد والتصدير كيف ترون المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد إلى أي حد يمكن أيضا دعم المنتج المحلي بهذا الإطار حقيقة في الأردن هذه المشكلة بغير موجودة لأن المواطن يلجأ إلى المنتج المحلي مباشرة لكن يتم الاستيراد في محاصيل العجز عندما يكون هناك نقص في محصول محدد يعني عندما نتحدث عن الليمون إنتاج الليمون في الأردن لا يكفي فبالتالي نضطر الاستيراد من مصر ومن جنوب أفريقيا وتكون أسعارها عالية جدا يعني ما فيش داعي تدعم سعر الليمون المحلي لأن المستورد أساسا يلاقي نفور من المواطن لسعره العالي وبالتالي يجأ إليه مضطرة أما ما نحتاجه أن نعيد خارطة الإنتاج الزراعي يعني 160% الأردن ينتج مثلا من البندورة من التواكن إنتاج البندورة قيمتها لا توازي ما تستهلكه من المياه استهلك المياه عالي لذلك أنا بشوف أن نوجه 60% الزيادة ونزرع الزراعات تقيمة أعلى ما أبرز المنتجات التي يمكن اليوم إدخالها ضمن هذه الخارطة الزراعية وتعزيز إنتاجها لا سيما أن العالم يعاني بأزمات سلاسل الإمدادات وبالتالي كل الأنظار تتجه أكثر الآن حول تمكين الإنتاجات المحلية والأمن الغذائي المحلي هي قائمة بسيطة جدا جدا بتبين فقط من بيانات دائرة الجمارك التي تبين حجم ما نستورده فلذلك نركز على ما نستورده حتى نسده محليا بدلا من أنتج أنا الطماطع البندورة خاصة بأن كمية المياه التي تستهلكها كبيرة وبإمكاني أن أنتج من هذه الأصماف التي أنا أضطر أستوردها حتى البطاطا في مواسم أضطر أستوردها حتى الثوم في مواسم أضطر أستورده وبصد سعره إلى سعر خيالي يعني ما بديش أقول أنه بصد لأربع أضعاف السعر المعتاد وهذا حري بأن أوجه أو أشجع مزارعيني على الاهتمام بهذه الزراعات ذات القيم الأعلى التي يتوفر في الاستيراد وفي نفسه تعادل ميزان التجاري في الزراعة بينما يصدر وبينما يشتورد شكرا جزيلا لوجودكم معنا من عمان خبير الأمن الغذائي من مركز جناف للدراسات دكتور فاضل الزعبي شكرا جزيلا